نروح لأخبار النادي الأهلي وأخبار قطاع الناشئين وهنا ابتديها معه واحد من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين موليد 2006 أحمد عبدين اللي وقع عقد مع النادي الأهلي لمدة خمس سنوات أحمد عبدين يوقع عقدة مع الاهلي لمدة خمس سنوات شافين الكابتن بدرجة بكابتن وليد سليمان موليد قطاع الناشئين وأحمد عبدين واحد من العناصر المميزة دائماً هنا وإحنا بنغطي قطاع النشئين دائماً بزيع المباريات لعب مباشر بيمتاز بالطول تحضير الهجمة من تحت وطريقة لعبه عاملة زي بدر بنون بيطلع الهجمة سليمة من تحت فترة اللي فاتت كان موجود مع الدرجة الأولى في معسكر الإمارات شارك في مباريات ودية أخذ تدريبات أوصل جهاز الفني للفريق الأول مع قطاع النشئين اللعيب ده لعيب مميز لازم يوقع أحمد عبدين عنده مسئولية الفترة اللي جاية إزاي الفترة اللي جاية والنادي الأهلي يعني النهاردة فيه اهتمام النادي الأهلي إن أنا أمضي مع النادي الأهلي لازم يبقى عندي مسئولية الفترة اللي جاية في تمريني في مبارياتي دايماً أشتغل على الأخطاء اللي عندي علشان دايماً أطور نفسي وأكون موجود مش في قطاع النشئين وفي فرقتي لا أنا عيني دايماً على الدرجة الأولى عشان أحجز مكان لي كل التوفير أحمد عبدين كل التوفيل اللعيبة فيه قطاع النشئين بالنادي الأهلي خبر التاني الأهلي يقيد الثنائي الغاني تحت السن ودي تجربة يعني جديدة بدأ يعملها النادي الأهلي شفنا خمس لعبين أفارقة من غانة واحد من السنغال تم اختبارهم في قطاع النشئين بالنادي الأهلي كان موجود الكابتن باد رجب الكابتن محمد شوقي الكابتن وليد سليمان الخمس لعبين اتنين مساكين اتنين مهاجمين واحد باكلفت تم الاختيار على اتنين لعبين واحد مهاجم والمهاجم ده بالمناسبة بيلعب مهاجم صريح ممكن يلعب على الأطراف بيلعب وسط الملعب وكمان مساك بيمتاز بالطول يجيد ضربات الرأس طوله مية وتسعين سنطي فدي ان شاء الله تكون تجربة نجحة في النادي الأهلي اللعبين هيكونوا مقيدين تحت السن هم موليد الفين وستة يحق ليهم انهم يلعبوا مع الفين وخمسة وايضا مع الفين وتلاتة كل الدعم ان شاء الله ليهم وتكون تجربة نجحة ويكررها النادي الأهلي ان شاء الله بصفة مستمرة في معسكر الأهلي بالامارات كان فيه دعم كبير من اللعيبة الكبار للعيبة الصغيرين وزي ما قلت لحضراتكم دائما في المعسكرات دي تبقى فرصة للعيب الناشئ كان معايا مصطفى أبو الخير وابراهيم عبد الحكيم الحلقة اللي فاتت والحمد لله كانوا شنا حلوة عليهم بنسألهم أخبار المعسكر كانت تجربة مفيدة استفادوا منها بشكل كبير قلت لهم الفترة اللي جاية هتعملوا ايه قالوا لسه مستنيين تمرين الخميس دا كانت الحلقة اللي فاتت علشان نشوف هنستمر مع الدرجة الأولى ولا لأ فالحمد لله وشنا حلوة عليهم تاني يوم تم الاعلان ان الاتنين مقيدين في القائمة الأفريقية للنادي الأهلي الاتنين لعبة مميزة مصطفى أبو الخير وكان إبراهيم عبد الحكيم وبنشوف مصطفى أبو الخير بدأ ياخد مع الفريق الأول سواء في مباراة حتى الإماراتي لعب المباراة كاملة وكمان في مباراة سموحة مستر كولر الدالو برضو فترات وواحد من العناصر المبشرة تعالوا نشوف